يزيني عرف بقى يعني تطعيم الـ HPV ده بتاخده البنت في سن قد إيه؟ وهل هو فعلاً ضد الأورام الحليمية دي ولا ضد سرطان العنق الرحل؟ هو التطعيم المرض بسببه فيروس اسمه الـ Human Papilloma Virus وترجمه بالعربي للفيروس المسبب للأورام الحليمية البشرية هو طبعاً يعني الاسم معقد أوي سواء بالعربي أو بالإنجليش لكن باختصار الـ HPV ده فيروس موجود وبيصيب السيدات أكتر وبيصيب الرجال على فكرة كمان لكن هو common أكتر في السيدات شائع يعني شائع وبيصيب ويسبب 90% من سرطان العنق الرحم يعني لو لقينا 100 واحدة عندهم سرطان العنق الرحم هلقي 90% منهم سببوا هذا الفيروس فهو لا شك بيسبب سرطان العنق الرحم والفيروس ده جديد يعني اكتشف من 22 سنة وده في الطب عندنا يعتبر recent يعني حديث واللي اكتشفه أخذ جائزة نوبل لأنه اكتشاف كبير جداً ولو كذا نوع زي بسلاً دلوقتي احنا نقول COVID دلتا ومعرفش ايه هو برضو له أنواع كتيرة جيناتك أكترهم شيوعاً اللي هي بتصيب السيدات والرجال واللي هي بتسبب سرطان العنق الرحم وعشان كده عملوا تطعيم التطعيم ده المفروض تاخدوا البنات وإن كان برا في بعض الدول بعد ما عمموه على البنات ابتدوا يدوه للسوبيان كمان من سن 9 سنوات إلى سن 14 سنة التطعيم ده للأسف في مصر ما هوش في جدول التطعيمات لكن جاري إنه هو هيبقى في جدول التطعيمات المبادرة الرئاسية هتحس إنه هو يدخل في جدول التطعيمات والخبر الكويس إنه هو إن شاء الله هيعاد إنتاجه من شركات أخرى بحيث إنه هو يبقى أرخص تماماً لأنه من ضمن أسباب عدم وجوده هو إنه غالي، غالي نسبيان جديد فبراءة الاختراع لسه ما اتخدتش من حد تاني قلده ففي شركتين بس اللي بينتجوه فشان كده هو غالي لكن وانس بقى منتشر أكتر زي التطعيمات التانية هيبقى على جدول الدولة وده هيبقى إنجاز كبير جداً المشكلة في سرطان عونق الرحم إنه مش قادرين نعرف بالزبط هو منتشر قد إيه لسبب بسيط إنه السيدات اللي بيجي لها شوية أعراض ويمكن ده دعوة للسيدات لو أي واحدة عندها أعراض بسيطة واجع إفرازات دم سنت نفسه أو البابلومافيروس عمل لها الزوائد دي لازم تروح لطبيب فوراً مش بس كده السيدة السليمة تماماً لابد إنها تعمل مسح مسحة سكرينينج لعنق الرحم بالصورة دورية من سن 35 سنة طبعاً اللي هي متزوجة من سن 35 سنة حتى 60 سنة 50 سنة يعملوا كل 3 سنوات ودلوقتي قالوا كل سنة ليه؟ عشان يكتشفوا بدري لأنه إذا اكتشف بدري هيبقى فيه علاج إذا اتأخرت بيبقى فيتل للأسف 50% من الحالية بيبقى طوليت ينتشر بانتشار سريع جداً وبيبقى طوليت وإحنا بسبب إنه هو بيموت بسرعة الإحسائيات مش مزبوطة مش عارفين نعرف مثلاً في الريف عندنا كم واحدة جالها بيموت بسرعة يمكن لأنه بيتم اكتشافه في مراحل متأخرة مش من بدري لأنه بساعات الستة تقول إيه أنه فيه شوية إفرازات فيه حكة بسيطة مانتعة حساسة وبيبت رحش فعلاً تاخد مدادة حيوية حد يشور عليها بدواء حاجة فبنفضل سايبين الموضوع اللي هو عمال يتراكم على مدى سنين